تنضم إلينا من الخرطوم مراسلة الغد سهام سعيد سهام صباح الخير ما المتداول بشأن هذه الزيارة ولماذا أعلن عنها بشكل لاحق بمعنى بعد أن تمت السهام نعم مرحبا بكم قصة التطبيع بين سودان وإسرائيل بدأت ربما بعد ثورة ديسمبر بصورة هامسة ربما ولكن كان التصريح عنها بصورة رسمية ببان زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إلى الخرطوم في سبتمبر الماضي كان هناك حديث عن ربط التطبيع مع إسرائيل مع رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعي للرهاب في ذلك الوقت كان رد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك واضحا بأنه لا يجب ربط مسألة التطبيع مع إسرائيل مع رفع العقوبات بما أن السودان أوفى بالتزامات وإشتراطات رفع اسمه من قائمة الإرهاب لاحقا وفي أكتوبر الماضي صدر بيان أمريكي سودان إسرائيلي مشترك بأنه تمت الموافقة على التطبيع بين السودان وإسرائيل ويعني البيان احتوى العدد من النقاط هي إزالة التطبيع مع إسرائيل وإزالة حالة العداء بين إسرائيل والسودان وهناك يعني تعاون اقتصادي وتجاري يجب أن يكون بين البلدين واتفاقيات ينبغي أن تكون ومن ضمن ما يدرج في هذا الاتفاق بأنه ستكون هناك زيارات لوفود إسرائيلية للتطبيع مع الخرطوم في الأسبوع الماضي وسائل الإعلام إسرائيلية ذكرت بأنه هناك وفد إسرائيلي زار الخرطوم فعلا الناتق الرسمي باسم مجلس الوزراء يعني أعلن أنهم لا يعلمون شيئا عن هذه الزيارة ولا الوفد ولا يعني أي وفد زار إسرائيل بالأمس فقط صرح محمد الفكيس الأيمان الناتق الرسمي باسم مجلس السيادة لصحيفة سودانية بأنه فعلا هناك كانت زيارة لوفد إسرائيلي لكنه كان وفدا عسكريا بحثا زار منظومة الصناعات الدفاعية والتقى بعسكريين لم يكن هناك أي حديث عن تطبيع ولا أي حديث سياسي لكن نقطة مهمة التقطتها من كلامك يا سيهام وهي أن الزيارة لم تكن معلومة للحكومة السودانية بدليل هذا الكلام عن مجلس الوزراء هل من تعليق الآن عن هذه الزيارة أو الكلام عما جرى فيها من الحكومة السودانية؟ نعم ما جرى في الزيارة حسب تصريحات ناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكر سليمان قال بأن الملفات التي بحثت عسكريا في هذه الزيارة لا يمكن الحديث عنها الآن فهو تكتم عن ما بحث في هذه الزيارة ولكن يتوقع وفقا لهذا الاتفاق للتطبيع بأنه كما ذكر بأنه هناك ستكون زيارات لوفود إسرائيلية للخرطوم يتوقع في الفترة القادمة أن تكون هناك زيارات بالفعل من وفود إسرائيلية للخرطوم شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مراسلة الغد من الخرطوم سيام سعيد شكرا سيام ترجمة نانسي قنقر